حين يحضر البديل ويغيب الأساس الذي أنفق عليه الكثير لغاية لم تحقق حتى الآن تبقى جمعية الأمل باب الأمل لكل مرضى السرطان بولاية سيدي بالعباس نحن جمعي الأمل في الحياة لمساعدة مرضى السرطان ولينشغل تعمل الأساسي هو التكفل بالمرضى السرطان اللي يجب من خرج الملاية أشفى الجهو لأمراض السرطان الذي افتتح منذ أزيد من عامين لا يوفر الخدمات الضرورية ما بعد العلاج الأمر الذي طرح تساؤلات حول الموضوع أمر عجيب مركز مكافحة السرطان لتكلف ملايير وملايير حق المريض في العلاج وفي المبيض عندما يجب المستشفى بمعايير الولياء يأتي ويأكل ويعالج ويجعل الأشعة ويجعل تحليم كل هذا في المركز لن يجعل المركز في غير راديو ترافي لن يجعل المركز يبقى ناقص نحن نريد استفسارات حتى نحتاج إلى وزارة الصحة يجب أن نجعل التحقيق سعيدة وملايير بالعباس ومعنا نعانو كثيرا لا يوجد أسبيتنا بالعباس دي بلاس معينة بزيف رانا جمعية خيرية هذه جمعية آمن اللي رانا فيها المعاناة يبقى يتقاسمها طرفان ذنبهم والوحيد الاشتراك في العلة وغياب الضمير